لا إله إلا الله الله أكبر استقبل حجاج بيت الله الحرام أول أيام التشريك والثاني أيام عيد الأطحى المبارك برمي الجمارات الثلاث الصغرى فالوسطى والكبرى عند مشعري منا حيث يمكث ضيوف الرحمن أيام التشريك الثلاثة وفي اليوم الثالث من أيام التشريك الذي يصادف يوم الأحد يرمي الحج كذلك الجمارات الثلاث كما فعل في اليومين السابقين ثم يغادر منا إلى مكة ويطوف حول البيت العتيق للوداع الله أكبر ولله الحمد ويمكن للمدعجل من الحجاج اختصار أيام التشريك إلى يومين فقط ليتوجه بعدها إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع آخر مناسك الحج شرط أن يخرج من ميناء قبل غروب الشمس وإلا لازمه البقاء لليوم الثالث الحجاج استكملوا مناسكهم وسط إجراءات أمنية مشددة بعد الحادث المأسوي أول أيام عيد الأطحى المبارك ويشار إلى أن جسر الجمارات في ميناء يبلغ طوله تسعمائة وخمسين مترا وعرضه ثمانين مترا وهو يتألف من أربعة أدوار وطابق أرضي وعفقا للمواصفات فأن أساسات المشروع قادرة على تحمل 12 طابقا وخمسة ملايين حاج في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك